صباح الخير يعني مثل ما قال زميلي سيموك أننا منتمنى نكون عم نعالج أمور على مستوى المقاس اللي عم يقطع فيها البلد ولكن كمان في عنا أبطال ورياضيين تعبوا سنوات لأنه يوصلوا للي بدوا يوصلوا له يلي هي الألعاب الأولمبية ويلي عم تقرب كتير بسرعة يلي رح تكون بباريس بأول الصيفية بالتالي اليوم عم نحكي بقلب بلد منهار ولجنة أولمبية فيها كباش غير مبرر عم بخاطر بتعب الرياضيين بهذا البلد وبالتالي طبعا اللجنة الأولمبية أخدت وبرئيسة بير جلخ أخدت صاروا هادة تاني رسالة بتصلهم بعشر شهر مبارح أولت مبارح يعني الجمعة تصلهم كتاب كمان بأكد على تعاطيهم مع اللجنة المعترفية يلي هي كمان بترعى بإطارة بترعى كل هالاستحاقات اللي وصلت لنا كنا تمنين كمان على الوزير وزير الرياضة يكون يرتقي لمستوى يقدر يعمل هالصلحة متل ما سبق واجتمعنا أكتر من مرة بهذا الموضوع لأنه نحنا اليوم قدام مسؤوليتنا قدام هالمؤسسات دولية وعلينا كلنا أنه نرتقي لمستوى تعب هود الرياضيين يلي رح يوصلوا على الأولمبيكس ويرفعوا اسم لبنان عالي بس هيدا الشيء إذا كمل بالكباش اللي منعكس عن السياسة وعن الإنقصام الموجود بالبلد بخاطر بهالرياضيين يلي موجودين الوزير ما قادر حله وبطبيعة الحال كان فيه ملاحظات كبيرة على هذا الموضوع طريقة المقاربة للحمة هذه اللجنة على القليلة قدام هالمؤسسات الدولية وقدام الرياضيين يلي بيطلعوا بكل تعبهم وبكل شغلهم وبالوسائل القليلة اللي بين إيديهم بيطلعوا كمان بيلاقوا انقصام حتى بالرياضة وهذا الشيء ما بيصير نتمنى وبعدنا معول أنا وزملائي أنه يكون فيه إطار نقدر نرجع نجمع فيه هيدا اللجنة لتقدر تريح الرياضيين ويروحوا ويرفعوا علم لبنان بين كل الأعلام اللي رح تنرفع بباريز هيدا السنة شكرا شكرا أنا بدي بس كلمة صغيرة بهذا الموضوع أنا بموضوع الجيل الأمبي ما بحياة حكيت بالإعلام لأنه بعت بعرف أنه هناك تدعيات يمكن تكون سلبية على مستوى نجو الأمبي وكنت عم بتواصل مع الوزير وطلب مني حتى أنه إلعب دور توفيقي بهذا الموضوع بلاشت أعمل هذا الدور وتواصلت مع الكثير من الأفريقاء لكن هالسلبية وعدم التواصل معه خلينا نحط الأمور حاليا انفيوز مثل ما بيقولوا حلا بما يختص الهبة يلي كانت مقبولة بمرسوم بحزيران 2013 يلي كان على أساس بدنا نقوله بل قبول هبة عينية من الاتحاد العربي للتطوع ما كنت عارف فيه مرة قالي الوزير أنه عم نشتغل على قبوله رح تجينا هبة من البحرين بس هذه أمور كتير سرية لما بتصير جدية منحكي فيها وراحت القصة وإز زميلة رازي الحاج بـ 25 أيلول بيبعت كتاب للجنة شباب والرياضة بقول فيه شي صاير مش معروف شو هو قبول هبة ورجعت التغت وبالتالي طلب منه هو أنه نعمل نحط بند على جدوى العمال لجنة شباب الرياضة والكلمة لزميلة رازي